طريقة تستجاب فيه أي دعوة تدعو بها مهما كانت عظيمة جربها وانتظر الإجابة إن شاء الله ولكن قبل البدء صلي على النبي وإذا كنت مسلما اشترك بالقناة واضغط لايك لنرى عدد المسلمين في هذا الفيديو أعظم من يريد المسلم الداعي أن يستجيب الله دعاءه ولهذا ينبغي عليه أن يتخير في دعائه أو قاتل إجابة نعل الله أن يستجيب له وأن يحرص على آداب الدعاء فذلك أدعى لقبول دعائه ومن تلك الأوقات التي يتحرى فيها الدعاء الدعاء عند نزول المطر إن من أوقات إجابة الدعاء الدعاء عند نزول المطر لحديث سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمتان ما تردان الدعاء عند النداء وتحت المطر هناك عدة أوقات يستجاب فيها الدعاء ويستحب الحرص على الدعاء فيها لأنها أقرب للإجابة وقد ورد فيها نسوس شرعية تدل على فضلها كالدعاء بين الأذان والإقامة للصلاة وأوقات الدعاء في الصلاة كالدعاء في سجود الصلاة وقبل السلام منها وكذلك في السنة القبلية لصلاة الظهر وبين الظهر والعصر في يوم الأربعاء والدعاء في جوف ومنتصف الليل وفي يوم الجمعة ويوم عرفة وفي الحج أو العمرة وفي عدة مواضع فيها كالدعاء حين صعود على الصفى والمروى أثناء السعي وعند الوقوف في مزدلفة يوم النحر وبعد رمي الجمرة السورة والوسطى أيام التشريق إلى غير ذلك من المواضع والأوقات الدعاء حين الصيام والسفر إن من أوقات إجابة الدعاء الدعاء حين الصيام والسفر كما ورد في حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات لا ترد دعوة الوالد لولده ودعوة الصائم ودعوة المسافر الدعاء عند شرب ماء زمزم إن من أوقات إجابة الدعاء الدعاء عند شرب ماء زمزم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له الدعاء داخل الكعبة وداخل الحجر إن من أوقات إجابة الدعاء الدعاء داخل الكعبة وداخل الحجر كما ثبت في حديث ابن عباس رضي الله عنه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى قرج منه فلما خرج ركع ركعتين في الكعبة وقال هذه القبلة الدعاء بين الظهر والعصر من يوم الأربعاء إن من أوقات إجابة الدعاء الدعاء بين الظهر والعصر من يوم الأربعاء ففي حديث ابن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مسجد الفتح ثلاثا يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصائمين فعرف البشر في وجهه قال جابر فلم ينزل بي أمر مهما غليظا إلا توخيت تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة الدعاء في جوف الليل ومنتصف الليل إن من أوقات إجابة الدعاء الدعاء في جوف ومنتصف الليل ففي الليل ساعة لا يرد فيها الدعاء كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تفتح أبواب السماء نصف الليل فينادى مناد هل من داع فيستجاب له هل من سائل فيعطى هل من مكروب فيفرج عنه فلا يبقى مسلما يدعو بدعوة إلا استجاب الله له إلا زانية تسعى بفرجها أو عشارا وقد ثبت في صحيح البخاري أنها ساعة في الثلث الأخير من الليل ففيها ساعة استجابة الدعاء في الليل حيث ثبت في الحديث الصحيح أن النبي قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له لا تنسى مشاركة الفيديو فالدالي على الخير كفاعله